موسيقى مساء الخير لم يدر في بال الوحدات الكردية أن الضغط لابد أن يولد الانفجار وأن من ثار على نظام الأسد لن يصمت على أشباهه ولن ينام على ضين هكذا يصيح أهالي منبج ردا على مقتل اثنين من أبنائهم في سجون الوحدات فهل هي نذور حرب ستشعلها العشائر ضد ظالميها في المحور الثاني حلب تثور على النظام وشادي حلوة يقود المظاهرات ضد أجهزة الأمن لا ننوم من يصفنا بجنون بعد هذه الأنباء لكنها حدثت فعلا حدثت على مواقع التواصل الاجتماعي حلقة جديدة من هنا سوريا أهلا بكم أهلا بكم مجددا من نار النظام إلى جحيم داعش إلى نار وجحيم الميليشيات الكردية هذا واقع الحال في مدينة من بجبري في حلب حيث اشتعلت تظاهرات واحتجاجات تنديدا بجريمة مقتل شابين وتشويه جثتيهما في معتقلة الميليشيات الكردية وتوقع مراقبون أن تفجر هذه الانتهاكات المستمرة حربا ستعلنها العشائر للتحرير الثالث نتابع التقرير ونعود للحديث حول هذا الموضوع بهذه العبارات انتفض أهالي من بج تنديدا بمقتل شابين على يد الميليشيات الكردية إذ هزت الجريمة المدينة وخرج الأهالي في تظاهرات ضد الجناة تعود تفاصيل الجريمة إلى ما قبل 15 يوما حيث تم اعتقال الشابين عبد الحنان المحمد وعبد حسين المجنان من قبل الوحدات الكردية وأدعاء أحد المعتقلات ليتم العثور على جثتيهما وعليهما آثار التعذيب فضلا عن أن جثة أحدهما كانت بلا رأس وفق ما أكد ذوه التظاهرات المنددة جاءت استجابة لبيان قبيلة البوبنة التي أكدت مسؤولية الميليشيات الكردية عن تعذيب الشابين وتصفيتهما حتى الموت حيث طالب بخروج مظاهرات وإضراب في المدينة رفضا لاستبداد الميليشيات الكردية المجلس الأعلى للعشائر والقبائل السورية هو الآخر أصدر بيانا اعتبر فيه أن قتل الشابين وإلقاء جثتيهما في العراء لإخفاء الجريمة هو انتهاك صارخ للإنسانية انتهاكات الميليشيات الكردية المتصاعدة بحق الأهالي في مدينة منبج بالتضييق والتجنيد الإجباري والقتل أربما هي مقدمة لحرب تعلنها العشائر على أولئك المستبدين وفق تعبيرهم حول هذا الموضوع ينضم إلينا قحطان عبد الجبار الناشط السياسي والإعلامي معنا من الحدود السورية التركية وأيضا الدكتور عبد الباقي يقوله عضو الأمانة العامة في حزب أزادي الكردستاني من أربيل وأيضا الكاتب والناشط السياسي حسن النيفي من غازي عنتاب أهلا بكم جميعا أبدأ معك أستاذ حسن كونك ابن مدينة منبج كيف ترى اليوم هذا الإضراب والمظاهرات وما يجري داخل منبج أساءل خير لك وليسادة المشاهدين ولضيوفك الكرام علينا التأكيد أولا أن قوات سوريا الديمقراطية لا تحكم مدينة منبج بموجب شرعية دستورية أو قانونية وكذلك لا تحكمها بموجب شرعية ثورية لأن الأجندة التي تتبنها قوات سوريا الديمقراطية هي بعيدة عن أجندة الثورة السورية إذن هي تحكم المدينة بموجب شرعية واحدة هي شرعية القوة وهذه المسألة تتيح للسلطة التنفيذية في سلطات قسد أن تمارس ما تشاء في سبيل بسط هيمنتها وسلطتها على المدينة وقد شاهدنا قبل شهر من الآن احتجاجات عارمة في المدينة احتجاجا على قانون التجنيد الإجباري الذي حاولت سلطات قسد أن تفرضه فضلا عن ذلك هناك الكثير من الممارسات التي تقوم بحق المواطنين ربما تبدأ بالإتوات التي تفرضها إدارة الجمارك ثم الحواجز التي تحاول أن تفرض على المواطنين أتوات باهظة وتتحكم بهم هذه كلها الأمور أثارت احتقانات شديدة لدى المواطنين وتكللت هذه الاحتقانات بالجريمة البشعة التي شهدناها وهي بمقتل الشابين عبد الحنان وعبود حسين بطريقة يندى لها جبين الإنسانية يعني قتلاء في السجون ثم أخفيت جثتهما ثم ألقيت في العراء ليجد ذوهما الجثتين واحدة منهما مقطوعة الرأس هذه جريمة بشعة ولا يمكن لأهالي منبج سواء من أي جهة كانوا أو من أي عشيرة أو من أي عرق أو أي مكون ربما أهلنا الأكراد في منبج هم يرفضونها ربما قبل العرب هناك قوانين إنسانية عامة يجب الالتزام بها هذه الاحتجاجات أو هذه الممارسات بحق أهالي مدينة منبج هي التي أشعلت هذه الاحتجاجات وجعلت أهالي منبج ينتفضون انتفاضة واحدة ولا يمكن أن يقبلوا بسلطات تفرض نفسها على المدينة وهي غريبة عن المدينة يعني الجمهور العام في مدينة منبج يحسوا الآن أنهم تحت سلطة هذه السلطة لا تربطها أي صلة بالمدينة همها الوحيد هو فرض الإتوات والزجب السجون والتجنيد الإجباري هم الآن يعني يرون نفسهم ضحية سلطة فرضت نفسها عليهم بموجب تقاسم النفوذ الدولي على الأرض السورية نعم طيب أستاذ دكتور عبد الباقي يعني أنقل لك هذه الصورة التي يتحدث عنها الأستاذ حسن يعني فرض الإتوات الحواجز الاعتقالات التعسفية فرض التجنيد الإجباري يعني وكللت كل هذه التجاوزات مقتل هذين الشابين رحمهما الله يعني هي التي ولدت حالة الاحتقان في منبج كيف ترى ما يجري في منبج؟ نعم سيدتي بداية المساء الخير لك أهلا فيك ولضيفك لأساس حسن وللمشاهدين الكرام أولا مسألة منبج إذا تحدثنا عن المنطقة وعلى المدينة بذاتها أنا أعلم جيدا بأن هناك حساسية من قبل السكان الموجودين في هذه المنطقة تجاه أن هناك إدارة كردية التي تتحكم بمصير هذه المدينة هذه النقطة الأولى النقطة الثانية عندما نتحدث عن الاعتقالات وعن قتل المعتقلين في السجون طبعا أنا شخصيا وحزبي الذي أنتم إليه نحن ضد هذه الاعتقالات ليس في من مجوعة ديها وحتى في المناطق الكردية عندما تطال الاعتقالات الناس أبرياء ولكن في القانون الدولي وفي كل دولة عندما تم اعتقالات إذا كانت هذه الاعتقالات على خلفية إجرامية على سبيل المثال أنه إجرام أو قتل إلى خري من المفروض حتى في دول أوروبا الغربية والشرقية هناك اعتقالات للمجرمين أما الاعتقال إذا يكون على خلفية سياسية فهذا مرفوض جدا سيدتي ولكن أنا شخصيا ولكن دكتور عبدالباطي لا أدري ما هو السبع تتحدث عن خلفية إجرامية دعنا نتحدث عن هذين الشابين حتى لو كان هناك خلفية إجرامية هل يحق لميليشيات قصد أن ترمي بجثتيهما في الطريق وأن يتم التمثيل بهذه الجثث يعني إن كانت من كانت هذه التهمة التي توجه إليهما هل هذا السلوك هو مقبول في المناطق التي تسيطر عليها قصد سيدتي هذا السلوك طبعا غير مقبول ولكن أنت تعلمين جيدا كل سوريا ومنبج على وجه الخصوص الآن فيها في حالة حرب نحن حتى الآن ليست لدينا تأكيدات أو ليست لدينا وساق أو إثباتات ما هو السبب اعتقال هذان الشابان الذين تم قتلهم مثل ما جاء في تقليلكم أنا شخصيا ليست لديهم معلومات ولكن إذا كان قتلهم بهذه الطريقة طبعا هذه مدارس سلفا ولكن عندما يتحدث الأخ حسن أن هناك الحواجز والتجريد الإجباري سيد الكريم ما تتعلم جيدا التجريد الإجباري كان موجودا في أيام سيطرت النظام على هذه المناطق والتجريد الإجباري موجود في كل دول العالم ونحن الآن في السورية وخصوصا مناطقنا نمر بحالة حرب ونحن بحاجة إلى التجريد هؤلاء دكتور عبد الباقي ولكن هي ليست حالة حرب هي حالة ثورة وقصد أيضا هي تسيطر بالإجبار على هذه المناطق وخصوصا أن الأغلبية المتواجدة فيها هي عربية وتفرض التجنيد ضمن هذه الميليشيات التي هي كردية للعرب ولجميع مكونات تلك المنطقة وليس هناك رضا من قبل الأهالي هي ليست نظام هي ليست فصائل يعني الناس لا يروحوا إلى هناك ويتطوعوا برغباتهم الشخصية طيب سيدتي على كلها هل الأنظمة العربية التي تحكم العالم العربي الجميع هل هي الأنظمة الشرعية كل هذه الأنظمة التي جاءت واستوضعت على سطح عن طريق الانقلابات العسكرية وحسب مفهومكم لهذه المسألة ليس هناك نظام عربي شرعيا فلذلك مسألة قصد هذه الحساسي عندما تقول هذه المناطق ليس مناطقهم طيب الشعب الكردي الذي عانى أكثر من سبعين عاما تحت سيطرة الأخوة العرب لماذا لم يكن هذا التزام من قبل الأكرار فلذلك أنا أعتقد أنه هذا الدج الإعلامي هناك أجندات أقليمية لا لا ما عليش خليني أوضح لك الفكرة ما عليش سيدتي هناك أجندات أقليمية والسيد الضيف يعلم هذه المسألة ونحن نعلم حساسية تركيا تجاه قوات سوريا الديمقراطية وقوات حماية الشعب الكردية دكتور عبد الباقي بعيدا أنزج دول أخرى في هذا الموضوع يعني هنا نرى أن قصد يعني تقوم بفرض سلوكيات تشبه سلوكيات النظام في المناطق التي تسيطر عليها في الوقت الذي تتحدث فيه بأن الأكرار تعرضوا للإضطهاد على مدى كل هذا الزمن يعني لماذا لا تأتي بصيغة أفضل لماذا لا تأتي بصيغة مشابهة للثورة الحقيقية لا تشبه سلوكيات النظام يعني لتشجع الآخرين للإمام برسالتها أو على الأقل للاصطفاف إلى جانب الثوار السيدتي نحن الآن في حالة حرب ونحن في مثل ما تقولين أنا طبعا ما نشأ على الثورة التي تتحدثين عنها أي ثورة عندما تقوم في أي بقع من بقاع الأرض لا تحتاج للديمقراطية نحن نحن الآن كوننا السورية الجديدة ونظام وحتى نتحدث عن الديمقراطية والفلتان يعني عندما يكون هناك ديمقراطية في أيام في هذه المرحلة التي نمر فيها فيكون هناك فلتان أمنيين فلذلك من واجب هذه القوات سواء كان كردية أو عربية أو قصد أو أي قوة عسكرية أن تضبط الأمور فلذلك نحن من المستحيل إذا تحدثت عن الديمقراطية سيدتي هذا طبعا يكون كارثة كبيرة للشعب السوري الشعب السوري الآن في حالة حرب والشعب السوري في حالة فوضى فلذلك نحن بحاجة إلى قوة عسكرية تضبط هذه الأمور فلذلك هذه الحساسية الموجودة تجاه المكون من الأخوان من المكون العرب تجاه الكرد أعتقد بأن هذه الحساسية مبالغة فيها الكرد لا يسلمون أحد بالعكس كل المناطق التي تحت سيطرة قوات قسل أو قوات حماية الشعب الكردية تنعم بالأمن والاستقرار إذا قارنناها بالمرافق في سوريا فلذلك نعم يعني دعني أشرك في هذا الحديث على الأستاذ قحطان عبد الجبار مساء الخير أستاذ قحطان تحدث الدكتور عبد الباقي بأنه في حالات الفلتان الأمني يحق لأي قوة أن تضبط الوضع بالطريقة التي تراها مناسبة وهناك حساسية مبالغ بها من قبل العرب تجاه الأكراد هل توافق معه وخصوصا في ظل ما يجري اليوم في منبج من تظاهرات ودعوات لإضراب عام مساء الخير لك سيدتي والأستاذ المشاهدين أهلا بك الرحمة للشهدين وكل الشهداء الثورة السورية والعزاء لذوي الشهداء في كل أنحاء سوريا سيدتي العزيزة ضيفك الكريم الذي يتحدث عن الحساسية ويتحدث عن عدم وجود الدلة عن سبب اعتقالهم ويتحدث كأنه منفصل عن الواقع صراحة أنا أتحدث في وقائع في البداية أعتقل الشابان في منقريتهم في قرية الكرسان شرق مدينة منبج عشرة كيلو متر ونحن نعلم السبب باعتقالهم هؤلاء الشباب شاركوا في حملة المظاهرات المناهضة لملياشيات بيديها التي فرضت تجهيد الإجباري في الشهر المنصر أو في تحديده في ستة داعش ألفين وسباطعش كان لهؤلاء الشباب نشاط معارض لهذا التجهيد الإجباري لسياسة بيديه في المنطقة هذا أولا النقطة الثانية يتحدث عن حساسية من المكون الكردي هذا غير صحيح على الأطلاق ونحن عندما صلقت المظاهرات ضد نظام السوري في منبج كان الأخوة الكرد جنبا إلى جنب جانبنا ونحن اليوم تلقينا عدد من الرسائل التعزية ورسائل الاحتجاج على هذا واستنكار على هذه الجريمة الفضلية عن قبل بعض الشخصيات الوطنية الكردية سواء في المجلس الوطن الكردي أو في غيره وهذا يناقض تماما ما تفضل به ضيفك الكريم النقطة الأخرى سيدتي عندما يقول أن هناك أجندات دولية أين الأجندات الدولية؟ هل الأجندات الدولية هي حركة أهالي منبج في في 2012 عندما تحررت المدينة هل الأجندات الدولية هي من حركت أهالي منبج؟ نعم تنظيم داعش الإرهابي في 2012 2014 هل الأجندات الدولية هي حركة أهالي منبج في آب 2016 عندما تم تأجير آلاف السكن العرب من قراءهم في ستة شرين وفي قريس خالد وفي قريس مصطفى الحماد والحجي حسين تم تأجيرهم لمدة شهرين كاملين ولولا صمود هؤلاء السكان كان مصيرهم مصير أهالي شيوخ وصرين الذين يعدون الآن هم بعشرات الألاف أكثر من مئة ألف مهجر في هذه المناطق يتحدث وكأنهم منفصل الواقع تماما ونحن عندما نسمع هذا الكلام ندرك تماما أن السياسة المتبعة الآن في مدينة منبج نفس السياسة التي اتباهها نظام الأسد في مدينة منبج ومع ذلك تحررت الذين بسواعد أهل أهل العزة والكرامة أنا أحييهم أحيي عشاري البوبنة والبني السيد والبو سلطان والأون وكل العشار وكل أبناء مدينة منبج من الشفاء من كافة المكونات الذين وقفوا صفا واحدا ضد هذه السياسات وأكد لك سيدتي وأكد لتهادى المشاهدين نقطة معنة جدا أهالي منبج عندما خرجوا لم يطالبوا بتحسين الوضع المعيشي ولم يطالبوا بتغيير المجلس أو إدارة المدينة وإدارة الأمنية إنما قالوا بالحرف الواحد لا لقصد ولا للأسد في هذه المدينة نعم فلذلك من الطبيعي أن يخرج أهالي منبج بعشائرها بعربيها بكردها بتركمانيا ضد هذا التنظيم الإرهابي والذي تم تصريفه على لعيحة المنظمات الإرهابية العالمية نعم النقطة الأخرى سيدتي عندما نتحدث عن تجديد الإجباري ويقول نحن في حالة فلتان والنظام كان يضر تجديد الإجباري صحيح النظام عندما كان سوريا دولة كان يحق له أن يجند الناس للجيش أما الآن نحن في حالة ميليشيات تسيطر وتفرض سياسة الأمر الواضحة ومسألة فرض التجديد الإجباري مرفوضة جملة وتفصيلة وهذا ما أكده وجهاء العشائر العربية في ننظام منبج عندما أكدوا بالحرف جاء وفد من مدينة القامش ومن مدينة الرئيس العين وقالوا لهم بالحرف الواحد نحن لن نقاتل أخوتنا وأبناء أمتنا وغاربنا الموجودين في درع الفرات لأنكم أنتم بالأساس لستم ضد النظام أنتم والنظام في هناك تنسيق عالي في كافة المنافق التي تسيطر عليها هذه الأشياء طيب يعني بالحديث عن موقف العشائر وما قامت به الجرينا استطلاع لرأي على صفحة هنا سوريا بموقع فيسبوك وطرحنا السؤال التالي هل تتوقع أن تشتعل الحرب بين عشائر منبج والوحدة الكردية المدينة تحت التعذيب في سجون قصد حيث صوت على هذا الاستفتاء 66% بنعم فيما استبعد 30% 34% حدوث ذلك أستاذ أستاذ حسن يعني ماذا تتوقع يعني بعد هذا الاستطلاع بالرأي وبعد ما ذكره الأستاذ قحطان وأيضا الدكتور عبد الباقي كيف ترى تطورات الوضع في منبج بعد هذا الإضراب وما هو الموقف الذي ستتخذه العشائر يعني دعيني أؤكد قبل الإجابة على هذا السؤال بأنه لا يوجد قانون في العالم يتيح قتل إنسان قبل محاكمته نعم وبناء على الشبهات بغض النظر عن التهمة التي توجه للشابين المرحومين يجب محاكمتهما يعني لا يمكن باسم بي 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 تحت أي مسمى أن نقتل الإنسان ونقول أنه اعتقل على خلفية إجرامية كيف أنك لم تحاكمه وحكمت عليه مسبقا بأنك قتلته على خلفية إجرامية يعني يعني هذه الممارسة يعني أرد على إجرام بإجرام بهذه صريقة نعم 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 عندما كان يقتل نظام بشار الأسد المعتقلين في سجن تدمر ويرميهم في الصحراء وداعش كذلك عندما كانت تقطع الرؤوس وترميها خارج المدينة أو في مقابر جماعية ما الفرق بين هذه الممارسة وتلك الممارسات ثم يتحدث الأستاذ عبد الباقي عن مظلومية كردية وحكم العرب على الكرد أقول له الذي حكم العرب والكرد وظلمهم معا هو الأنظمة الاستبدادية ونحن والشعب السوري عندما يثور على الأنظمة الاستبدادية إنما يطالب بحق الشعب السوري الشعب الكردي تعرض لظلم كبير وكنا دائما نطالب بحق الشعب الكردي في تقرير مصيري ونحن نتضامن مع إخوتنا الكرد من المفارقة العجيبة أن تتحول هذه المظلومية إلى مناصرة للظلم والطغيان هذا ليس منطقا سياسيا وليس منطق منطق قوات سوريا الدكتور عبد الباقي التي تريد أن تقيم نظاما ديمقراطيا هذا ليس منطقة ديمقراطية نعم اليوم العشائر دعت إلى أضرار مفتوح بالعودة إلى سؤالك سيدتي نعم تماما استثناء الصيغاليات والمشافي كيف تتوقع أن يتطور نعم سيدتي دعيني دعيني أؤكد لك المسألة ليست مسألة عشائر فقط نعم وإنما مسألة شعب أهل بلد يرفضون الظلم يعني عندما قامت الثورة السورية وانتفض الشعب السوري على الظلم لم تنتفض العشائر فقط وإنما انتفض الشعب السوري أي شعب يمارس عليه الظلم يمارس عليه القمع يمارس عليه القتل فإنه سينتفض بكل تأكيد وهذا يتوقف على ممارسات قسد أو سلطات قوات سورية الديمقراطية إذا ما استمرت بهذا النهج فبالتأكيد الشعب الذي ثار على أعتى نظام ديكتاتوري في الشرق الأوسط وهو نظام بشار الأسد فلن يركن للظلم والاستعباد من حزب أو من مينيش يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي نعم دكتور عبد الباقي يعني كيف ترى تطورات الوضع في منبج اليوم يعني هل تتوقع أن تتفاعل قسد مع الحدث وخصوصا أنه يعني هناك أخبار تتحدث عن أن حزب الاتحاد الديمقراطي يحشد موالينا له لتسيير مسيرات مؤيدة في الوقت الذي تدعو فيه يعني العشائر وكل الفعاليات المدنية المتواجدة في منبج إلى إضراب عام نعم سيدتي رح أجيب على الجواب رح أجيب على السؤال بس مداخلة بسيطة جدا للاستاذ قاحطان بيختصاد جدا قاحطان عبد الجبار يقول أن منظمة البيض منظمة إرهابية طبعا هذا كلام غير صحي ليس منظمة إرهابية ولا مدرجة في قيمة الإرهاب بعدين التجهيد الجباري موجود في كل عالم يعني مو بس بالمناطق التي تسيطر عليها قسد على كل حال المسألة الثانية مسألة حسن عندما يقول الأخوان الكردي يا أخي كلهاتنا السوريين هل أنتوا حكمتون من عام 1932 بعد الاستقلال من الانتداب الفرنسي وإحنا تحملناكم يا عمي تحملونا كمان 40 سنة وإحنا كلها في نهاية أخوة في الدين وفي الوطن فلذلك هذه الحساسية تجاه المكون الكردي أعتقد غير مقبولة لا من طرفي أنا ولا من طرف أي إنسان سوري دكتور عبد الباقي دعني أسمع رد الأستاذ حسن على هذا الموضوع أجعل سؤالك لا لا قبل ما نرجع للسؤال خليني أسمع من الأستاذ حسن على فكرة أنه نتحملتونا سبعين سنة نتحملكون أربعين أستاذ حسن يعني هل لديك أيراً كل هذا السوريين في النهاية تفضل نعم 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 يعني الأستاذ عبد الباقي عندما يعني هو يختزل الكرد بحزب الاتحاد الديمقراطي وأنا أقول الأمر غير ذلك تماماً الأجندة التي يحملها حزب الاتحاد الديمقراطي ليس بالضرورة أن تتوافق مع بقية القوى السياسية الكردية الآن نحن نرى قوى سياسية كردية هي تناظر ضمن سياق الثورة السورية وتطالب بالحرية لكل الشعب السوري تناهض نظام الاستبداد وتعي تماماً أن النظام أي نظام استبدادي لا يمكن أن يعطي الحرية لفئة دون فئة أخرى هو يساوي الجميع من حيث الظلم هذا المنطق حكمتنا وحكمناكم هو يعرف نعم وجهة نظرك صارت واضحة خليني بس أترك مجال الدكتور عبدالبقي يجاوبني على سؤالي اللي هو تطورات الوضع في منبج بعد حالة الاحتقان اليوم الموجودة كيف تتوقع أن تتصرف قصد فيما يجري في منبج اليوم سيدتي أولاً هذا الاحتقان التي تتحدثين عنه أعتقد ليس بهذه الصورة الكبيرة التي أنتم تصورون من خلال وسائل الإعلام هناك قد يكون هناك تهزمن من بعض العائلات بسبب مقتل هؤلاء هذان الشخصان وأنا أعتقد بأن العشاء العربي هي بحاجة الآن إلى قوات مثل قوات قصد من أجل حمايتها ولكن وراء هذه الاحتجاجات العشاء العربية يا دكتور هذا مبالغ فيه هناك قد يكون العائلات طبعاً أنا أضم صوتي لهؤلاء الذين عندما يتم قتل الناس أبرياء نحن ضد هذه المسألة ولا نقبله على الأطلاق سواء كان من المكون العربي أو من المكون الكردي أما بالنسبة لأننا نعلم جيداً تركيا الآن لهاية طويلة في هذه المنطقة وخصوصاً في المناطق التي تسيطر عليها قوات قصد والحساسية التركية تجاه المكون الكردي موجود ليس فقط في الشمال السوري وحتى في كرد سال عراق تحاول أن تتدقل بشطر وسال في كل الأجزاء التي يوجد فيها الأكراد ونحن نعلم الآن بأن الكرد أثبت جذاراته على أرض الميدان فلذلك الآن على سبيل المثال منذ يومين هناك قصد مدفعي مباشر على المناطق في منطقة عفرين هذا دليل قاطع بأن هذا التحركات التي تتم في المناطق التي تسيطر عليها الإدارة الزاتية أو قوات قصد فإذا هناك أياد تركية مباشرة فيها طبعا أنا لا أختلف مع الرأي أنه يجب لك احتجاج ضد هذه الممارسات ولكن يجب علينا كالسوريين أن نصل إلى قناعة تامة سيدتي وهنا السؤال مجرد فيك الأخ حسن والأخ قحطان طبعا نحن السوريين يجب أن نرتقي إلى مستوى المسؤولية بغض النظر عن تمان القوم والطائف والعرق والديني علينا أن نتواحد في هذه المرحلة الصعبة وأن لا نسمح لهذه الأجندات الإقليمية أن تتلاعب بمشاعرنا وأن تبدأ بشق الصف السوري وهذا الشرق الذي أوجده سواء كان النظام أو بعض القوى السياسية هذا كانت كارسة كبيرة على الشعب السوري نحن الأحواج الآن أن نكون متكاتفين متفاهمين متحاورين سواء كان على وسائل الإعلام أو حتى اللقاءات بشكل عام أن نتحاور وأن نصل قناعة تامة بين السورية للجميع إذا كان الكرد الآن يحكمون أو سيطرون على منجم منبج فهم يحملون الهوية السورية وليست الهوية التركية إذا كان الكرد الآن يسطرون على الرقة فهم يحاولون الهوية السورية وليست الهوية الإيرانية فلذلك يجب على الساسة الأخوة السوريين أن نرتقي إلى مستوى هذا الحدث طيب يعني ذكر عبدالبقي فقط اسمح لي هل تعتقد أن قوات سوريا الديمقراطية تؤمن بما تقول به بأن سوريا للجميع وبأنها تتوحد في هذه المرحلة الصعبة مع باقي المكونات السورية العربية وأيضا يعني الطائفية والعرقية المتواجدة فيها على الأرض ولا تقصي الآخرين في مناطق سيطرتها وهنا أيضا نريد أن نتحدث عن حزب الاتحاد الديمقراطي يعني هل ترى بأن هذه المكونات هي فعلا تلتزم بما أنت تدعو له قبل أن يلتزم الآخرين سيدتي ما عليك اشرح أجيب لك مثال بسيط جدا يعني الشمال سوريا الشمال الشرق السوريا التسمية الموجودة الآن ليست هناك تسمية كردية بحتة حتى أن يكون حساسية من المكون العربي الإدارة الزاتية الديمقراطية في الشمال سوريا الفيدرالية في الشمال سوريا هل لاحظت أن هناك اسم كردية يسمى بكردستان سوريا على سبيل المثال فهذا ذلك القاطب أنه فعلا قوات سوريا الديمقراطية أو حزب الاتحاد الديمقراطي هم يحاولون بشكل وسهل أن يستوعبوا كل المكونات الموجودة الآن مثلا عندما نلقي نظرة على الوضع العسكري والإدارة في هذه المناطق نجد بأن المشاركة العربية موجودة بشكل مرحوظ هناك مشاركة سريانية هناك مشاركة من كل أطياف هذا المجتمع الاتحاد الديمقراطي طبعا لست هنا بصدفة عنهم ولكن هذه حقيقة يا سيدتي نحن لا نقص أحد نحن نمد يدنا كل أقوى السوريين ونعتبره من أهل من نفس هذا البيت الذي ننتمي إليه من نفس هذا الأرض الذي ننتمي إليه نفس هذا الهواء الذي نستنشقه والتي ندافع عن هذه الأرض عندما يمتزج دماء الشعب الكوري مع الشعب العربي هذا دليل قاطع بأننا فعلا نحن أمام مرحلة جديدة مرحلة سوريا الغد سوريا المستقبل الذي يعيش فيها كل مكونات بأمن وأمن أستاذ قحطان كان هناك بيان للعشائر طالبت فيه بتفعيل دور المكون العربي في جميع دوائر الأمنية في منبج طالبت أيضا بتغيير المجلس التنفيذي ومنع تحويل أي سجين من منبج إلى أي منطقة أخرى منع الاعتقالات التعسفية وما إلى ذلك يعني تعرف هذا البيان هل تعتقد أنه يعني أن ميليشيا قصة ستتعامل مع هذا البيان بشكل جدي وسيكون هناك فعلا حالة من التفاهم بين العشائر أم أن التصعيد هو ما سنواجهه في المستقبل نعم سيدتي بالنسبة للبيان البيان هو لم يتقي لمسر وآمال وصموحات المتظاهرين في منبج والذين أعلنوا عن إضراب وتمت تنتقل هذا الإضراب يوم أمس بشكل كامل في مدينة منبج ونقل على جميع وسائل الإعلام النقطة الأخرى سيدتي تحاول لشيات قصة في منبج احتواء هذا الأمر هي الأقرب إلى الانتفاضة من أنها مبارات أو احتجازات الحقيقة هذا البيان تم تواصل مع بعض الشخصيات التي لا تمثل حقيقة أفطان عذرا للمقاطعة ولكن لضيق الوقت لو لك أن تجيبني باختصار هل تعتقد أن التصعيد هو سيد المرحلة المقبلة أم أنه من الممكن أن يكون هناك حسابات أخرى اليوم على الأرض في منبج نعم سيدتي صدر بياني وأنص عن النشطاء وفعاليات الاجتماعية والعشائرية المناسبة الميليكيات قصة في منبج هذا البيان يحمل في طياته رد واضح وأن هذا الحراك سيستمر وأن يتوقف حتى خروج هذه الميليكيات من مدينة ناندسطن الواحدة ونحن لا تقبلون على تغيير أو على مرحلة متغيرة ربما سنشبنا في الأيام القادمة نعم أشكرك جزيلا شكر قحتان عبد الجبارة الناشط السياسي والأعلامي كنت معنا من الحدود السورية التركية شكر موصول أيضا للدكتور عبد الباقي كولو عضو الأمانة العامة في حزب أزادي الكردستاني كنت معنا من أربيل شكرا أيضا للكتب والناشط السياسي حسن أنيفي من غازياته فاصل قصير ونعود لمتابعته هنا سوريا ترجمة نانسي قنقر